خلاص مجلس النواب مدته تقريبا قربت على الانتهاء قبل ما خش في حديثة عن مجلس النواب واداءه والانتخابات البرلمانية انت بتقيم كرئيس حسبي بتقيم اداء البرلمان الفترة اللي فاتت ازاي تقييمة تديله كم من عشرة وبتقرأ ازاي دوره في مواجهة كثير من القضايا وكثير من التشريعات اللي صدرت من خلاله طول الفترة اللي فاتت على مدار الخمسة على مدار الخمس سنوات انا شاف ان البرلمان ادى دور ما اعتقدش انه هو كامل 100% لكن ادى دوره في ازدار القوانين لكن ما اعتقدش انه هو كان بالوضع المنتظر يعني تديره كم من عشرة انا شخصيا ما دلوش اقتنى الستة ما ديش دعوا بمتايج الاخرى يوم سبع ستامبر جلنا مهاجمة معينة من حد من الحزب عندنا بيتهمنا بان احنا ما عملناش الواجب في المعابلة دي وده كان كلام غير واقي ومش مظبوط خالص نهائي ومن يوميها حد نارضة ما عرفش اي معلومة طيب قولي في ناس بعد هزا الموقف في ناس فجئنا ببعض القيادات الحزبية بتقدم استقالتها دا كان تفسير ايه هل هما تفسير الاستقالات دي كان سببها ايه فيش حد قدم استقالته بلا محافظة واحدة والمحافظة دي قدمت استقالتها عشان مجموش في مجلس الشعب ومجلس الشعب ازاي معرفش يعني نيجيبهم ازاي هلا عندنا احنا امكانية نجيبهم انا شايف ان اللي عاوزي يخش مجلس الشعب ومجلس الشعب يخش ويدافع مكانه وينزل فردي هو لكن ينتظر قائمة لو قائمة ما جاتش يمشي هو شايف ان الطريقة دي اصلح له فمجل له مطلق الحرية انه يستقال طيب قولي هو ليه كان ليه كل هذا التاقل يعني انا شايف كل المرشحين وكل الناس كانت بتتكالب على القائمة على الدخول للقائمة طب ما هناك المعركة الفردية الاكثر تأثيرا وهي اللي بتبين بالفعل المرشح القوي القادر على كسب ثقة الناخبين ليه كل هذا التكالب على قائمة هو المفروض اللي انا اعرفه عن الانتخابات الانتخابات بفردية انا ما اثبتش عن قائمة اللي في جمهورية مصر العربية وافريقيا لكن يا خلاص اصبح قانون واصبح امر واقع لكن انا ليه بتكلم على اصبح امر تم اقاره قانونا ومش نقدر نتكلم لكن انا بتكلم على الامر الواقع ليه الناس مصرة انها تخش القائمة وبتتجاهل الموضوع الفردي ويمكن دي غلطة برضو بتغلق فيها العزاب السياسية ان كل العزاب السياسية بتهتم بالقائمة وبتهمل المقاعد الفردية انا لم اهتم بالقائمة طلب ان انا دخلنا في القائمة الوطنية فبنرحب بها لكن ما روحتش طلبت ان انا اروح لكن مصر كلها دي ثقافة هم كل مصر عايزة تخش قائمة مش مش الاحزاب بس انا